فقرتنا الطبية الأولى لليوم عن مرض القلب يمثل مشكلة للرجال ومع ذلك فهو السبب الأكثر شيوع للوفاة لكل من النساء والرجال نظرا لأن بعض أعراض أمراض القلب لدى النساء قد تختلف عن تلك الموجودة لدى الرجال فغالبا لا تعرف النساء من الذي تبحث عنه لنعرف أكثر عن هذا الموضوع بشكل أوسع خلونا نستقبل الدكتور حسن إبراهيم أخصائي بأمراض القلب والأوعية والجراحة يساعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك يساعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل بلدنا أهلا وسهلا فيك دكتور بداية نحن نحكي تحت الهواء أن الشغلات دائما الأشخاص يسألوا عنها تكون من جهولة لألون حتى نحن لا نعرف أن هناك تفاصيل معينة ستخبرنا عنها بداية خلونا نحكي عن أمراض القلب بكثير شائع وبتعرف أنه في كثير عالم بتتداول أحاديث يمكن هي مانا صحيحة علميا ولكن هي متداولة أنه الرجال يصابوا بأمراض القلب أو جلطات القلب أكثر من النساء نظرا لعدة أمور هنا بيحسبوها ممكن لأي مدى صحيح هذا الحديث؟ وهل الرجال هنا أكثر عرضة لأمراض القلب من النساء؟ عموما يعني الرجال والنساء يعني بيتعرضوا للأمراض القلبية نعم وخاصة يعني مرض العصر الحاضر يلي هو الداء الإكليلي والجلطات والاحتشاءات وآلام الصدر الخناقية وخناق الصدر النساء يعني هنن أقل عرضة للجلطات والاحتشاء والداء الإكليلي من الذكور النساء فيهن شي عم يحميهن يلي هو هرمون الاستروجين الاستروجين لا شك أنه هو يمنع تصلب الشرايين والتعصد في الشرايين الذكور هنن عندهم يمكن هرمونات أكتر وفي عندهم عوامل خطورة أكتر من السيدات لحتى يكونوا عرضة أكتر وبالتالي الذكور أكتر عرضة النساء هنن اللي بيجلطوا الجلم ولي بالعكس فبشكل عام فعلا النساء هنن أقل عرضة للداء الإكليلي بسبب حمايتهم الاستروجين ولذلك السيدات لما يوصلوا لسن الاربعين أو الخمسين وتبلش تخفها الهرمونات عندهم باللاحظ أنه بتتساوى النسبة بين الذكور والإناث بإصابتهم بالداء الإكليلي والجلطات والاحتشاءات الشيء اللي فعلا هو ملفت للانتباه أنه حاولوا يعطوا الاستروجين للسيدات بعد سن الخمسين بس للأسف ما حسن لا البقية ولا الحياة وظلوا الذكور والإناث متساوين يعني الاستروجين أعطاءوا بعد سن الضهي أو بعد انقطاع الدورة الطمثية أبدا ما حسن وما حماهن من الجلطات والاحتشاء وبيضل الذكور والإناث متساوين بعد سن الخمسين بشكل عام من حيث الإصابة بالداء الإكليلي والاحتشاء والجلطات أكيد دكتور خلينا نحكي عن الأمراض القلبية الأكثر شيئون عند النساء يعني بشكل عام الأمراض متساوية عند الجنسين هون وهون والأمراض اللي بتصيب الذكور بتصيب الإناث يمكن للإناث أكثر عرضة من الذكور في أمراض معينة على سبيل المثال الحمى الرثوية اللي بتصيب الصمامات يمكن ارتفاع التوتر أو يمكن يشوفوا أكثر عند السيدات البنات أكثر لكن بشكل عام يعني الأمراض اللي بتصيب الجنسين متساوية هلأ يمكن السيدات هنين عرضة أكثر للداء السكري وأكثر عرضة لالتهاب العضلة القلبية أثناء الحمل ولأرتفاع الضغط أثناء الحمل هلأ السيدات أثناء الحمل بيصيبهم أمراض معينة بنشوفها أكثر شوي يلي هي الداء السكري وهذا اسمه نحن بنسميه ارتفاع السكر الحملي أو ارتفاع التوتر الشرياني الحملي وفيه مرض يعني قليل كتير يعني بس بنشوفه أحيانا هو اعتلال العضلة القلبية الحملي بيصير عندهم السيدات بهالحالة ضعف بالقلب وتوسع بالبطين الأيسر ونقص في نتاج القلب وهو بصراحة مرض مجهول للسبب مو معروف قد يكون سببه شيء انتان فيروسي أو حمى فيروسية أو شيء مجهول لكن بيصيب الحوامل عموما بشكل عام السيدات لما يصابوا بالحوامل لما يصابوا بالداء السكري أو ارتفاع التوتر الشرياني التلتين هون بيرجعوا لحالتهم الطبيعية بعد الحمل وممكن يتماثلوا للشفاء وقلة قليلة ممكن يستمر ارتفاع الضغط وممكن يستمر الداء السكري عندهم بعد الحمل نعم يعني عدة اسباب يمكن ممكن تؤدي لهذا الشيء ولكن خلينا نحن نحكي على الاسباب أو فينا نقول الوراثية يعني هالوراثة لها دور أيضا بأمراض القلب عند النساء سواء أو عند الرجال بشكل عامي للولاسة بتلعب دور مثلا زيادة الكوليسترول بالدم اللي بيؤدي إلى تصلب الشريين في حال عدم اتباع حمية معينة أو أخذ دواء يمكن بيصفه طبيب أو تسوء أنتو لا أي مريض بحسب حالته هل للي لا تدور؟ أمراض القلب الإكليلية وتضيق الشرين والجلطات لها علاقة بعدة عوامل نحن عادة بنسميها عوامل الخطورة نعم شو أنن هالعوامل هدول؟ عند الذكور وعند الإناث التدخين على رأسهم التدخين واحد من أهم الأسباب اللي بتزيد خطورة أمراض القلب من بينهم ارتفاع الكوليسترول وخاصة في عنا نوع من أنواع الكوليسترول اللي هو الالد الكوليسترول أو الكوليسترول اللي ذرته صغيرة كل ما ارتفع هالكوليسترول هاد بيزيدنا عوامل الخطورة والداء الإكليلي على العكس فيه كوليسترول مفيد يلي هو ذرته كبير من بين هالعوامل ارتفاع التوتر الشرياني والداء السكري ولا شك أنه الوراثة تلعب دور بالموضوع فالوراثة تلعب دور في أمراض القلب عند الجنسين عند الذكور وعند الإناث أنا بريد نبه بس لشغلة صغيرة يلي هي التدخين قبل ما كانوا السيدات متساوين مع الذكور في الداء الإكليلي وأمراض القلب كانوا السيدات أقل ارتفعت نسبة التدخين عند السيدات بشكل واضح فصارت عم تتقارب نسب الداء الإكليلي هي تحدد نسبة فشة الخلق طبعا هلأ أبدا الدخان مو هو وسيلة لفشة الخلق أبدا ما هي مبرر لأنه الواحد يدخم الحياة معروفة أنه هي كلياتها يعني تعب الإنسان بيظل تعبان من أول ما يخلق لحتى يموت فالحياة هي بالأساس هي حياة تعب أنا ما بروح عن نفسي أو بفشخلي أو يعني أهرب من ظروفي القاسية لأنه أدخل أبدا ما هي أو يعني أشرب حشيش أو شغلات ثانية أبدا أبدا رب العالمين خلق للإنسان عائل يقدر يدرك تمام أنه الدخان هو شغلة بتسم خلايا جسمه من أعلى رأسه لأخمص قدمه ولذلك يجب الوقاية والابتدعات قدر المستطاع عن التدخين حتى التدخين السلبي للأسف هو له تأثير سيء إذن ارتفاع التدخين عم يساوي بين الذكور والإناث من حيث الإصابة بالداء الكليمي النشاط والخمول اللي هلأ كمان منتشرة يعني محدة عم بيمشي ومحدة عم يستخدم الدراج محدة عم يستعمل هالإشياء كمان أبدا وخلينا نحكي هلأ بهالفترة بهالظروف الصعبة اللي عم نقضية فيه كمان كتير كآبة فيه يعني توتر عند الرجال والسيدات قديش هذا الشيء بيأثر على أمراض القلب النشاط الفيزيائي له دور كبير في الوقاية من أمراض القلب السيدات يمكن هن أقل حركة من الذكور دائما بيعدوا بالبيت عملهم هيك مريح جالي وشاطف وما فيها الجهد وما فيها الحركة والمشي هذا بيخليهم يأكلوا أكتر وبالتالي يزيد وزنهم أكتر وبيخليهم ما يتحركوا هدول السيدات نحن فينا ننصحهم دائما ببرنامج المشي يعني الإقلال من تناول الدهون ودسم المشبعة والحالويات والنشويات والمربيات لحتى يحافظوا على لياقة بدنية ولحتى يحافظوا على جسم رشيق ولحتى يحموا حالهم من أمراض القلب وبشكل عام الذكور والإناث كلاهما يستفيد من الرياضة والمشي ومعروف عالميا أنه مشي نصف ساعة يوميا يقي بشكل واضح من أمراض القلب ومن أمراض الدائل الإكليلي والجلطات ولذلك أنا بنصح الذكور والإناث على حد سواء بالرياضة والمشي وقلة الحركة هي أحد عوامل الخطورة المهمة إضافة للبداني طبعا نعم يعني كمان يمكن الرياضة هي ممكن تنشط الدورة الدموية وممكن تجدد أي خلية من خلايا الدم أيضا دكتور خلينا نسأل سؤال وأيضا متداول بين الكتار أنه هل السمنة علاقة بأمراض القلب أو تجلطات القلب سكان الإنسان بديل نوعا ما أو عنده وزن زائد عن الحد يعني فوق الحد الطبيعي هل هي من العوامل المؤثرة على حدوث الجلطات وأمراض القلب بالتأكيد البداني لها عدة مضار من بين الضرر اللي بتساويه البداني هي الزلة الجهدية والتعب الإنسان لما يكون له وزن مثالي بتلاقي لياقته وحركته أفضل بكتير من الإنسان اللي عنده وزن زائد الإنسان اللي وزنه 100 كيلو أو أكتر من 100 كيلو هذا شاي اللي لا يقل عن 40-30 كيلو زيادة كذلك نحن وقت نحمل وزن زائد هذا بيساويه لنا زلة جهدية وتعب ولهته نعم ولذلك يجب أن نحافظ على محيط خسر طبيعي مع BMI أو يعني متوسط بداني طبيعي لحتى دائما نحمي حالنا من التعب واللهته وديقة النفس والبداني بحد ذاتها هي أحد العوامل المؤهبة للداء الإكليلي ولأمراض الجلطات والقلب بالتأكيد نعم كتير دكتوري منسمع أول ما حدا مثلا نعصب والله حسيت أنه أجتني الجلطة خلينا مثلا نحكي شو هي الأعراض الجلطة الحقيقية مو الواحد إذا داء نفسه بس يعني بيحس حاله أنه أجته الجلطة وخليني كمان أحكي على شغلة تانية دائما منسمع أنه مثلا صار سبب الوفا وهو نايم جلطة بالقلب شو السبب أنه الواحد بس يكون مرتاح أو بيكون نايم بيصير معه الجلطة غير وقت يكون فايا وعم يمارس حياته بشكل طبيعي أول شيء الأعراض يلي تحدث بسبب الداء الإكليلي أو بسبب الجلطة عادة لما يكون المريض عنده ألم صدري يبدأ في منتصف الصدر ينتشر إلى الذقن يرتفق إلى الكتف الأيسر ينتشر إلى الطرف الأيسر يزداد بالجهد يخف بالراحة هذول المرضى عادة لما يشكوا منها الأعراض هذول هن المرضى غالبا في عندهم تضيقات بشرايين الألب يلي بتروي العضلة القلبية فكل ما كان التضيق بالشرايان شديد كل ما كانت الأعراض أشد هلأ لما الأعراض تصير تجي على الراحة معناته التضيق صار شديد جدا الآن إذا كان الألم عادة بيخف بالراحة وبيخف بحب اسمه النيتروغليسيرين ممكن المصر تحت لسانة بيرتاح المريض لأنه بيفتح الشريان وبيخلي الدم يمشي فيه بشكل جيد الآن إذا كان تسكر الشريان فجأة هذا هو الجلطة وبهالحالة المريض رح يشكي من الألم شديد في منتصف الصدر مترافق بتعرق مترافق بغثيان أحياناً ممكن يصير عنده دوخة وتغيّم وعي وممكن يغيب عن الوعي واللي أهم من هيك أنه إذا كان الشريان عم يروي العقدة يلي بتعطي تنبيه للعضلة القلبية هذا بيخليه يصير عنده اضطرابات نظم أكثر وعادةً الإنسان بيموت بسبب اضطرابات النظم بسبب الرجفان البطيني لأنه فيه شريان من الشرائين هدول بيغذي العضلة اللي بتعطي نظم للقلب فإذا كان تسكر هالشريان هاي بتصير خربطة فأسوأ اضطرابات النظمي اللي هو الرجفان البطيني فجأةً إنسان بيغيب عن الوعي وبيموت الآن إذا كان الإنسان موجود بعناية مشددة أو قريب في مركز إسعاف ممكن إن عاشوا بصدمة كهرباء يرجع قلبه طبيعي لكن المشكلة إذا كان هو بالبيت أو إذا كان نايم وصار عنده اضطراب النظم أثناء تسكير الشريان طبعاً رح تكون النهاية بشكل عام كل المرضي اللي عندهم آلام خناقية نازم نحن ننصحهم يراجعوا الطبيب لحتى يتقيم وضوحهم بشكل جيد وإذا في عندهم شريان مديق نحاول نفتحه لكن لما يصير الاحتشاء ويسكر الشريان هدول يجب نقلهم إلى أقرب مركز إسعاف لحتى نحافظ على حياتهم معظم هدول المرضى أو قسم كبير مؤليل منهم ممكن يموتوا على الطريق أو بسيارة الإسعاف أو ممكن يموتوا بالبيت بسبب اضطرابات النظم فأهم شيء أنه نحن ننقل المريض لأقرب مركز إسعاف لحتى إذا صار عنده اضطراب نظم ممكن نحن ننقذ حياته نعم يعني دكتور أيضا نحن نركز على الأسئلة المتداولة والشائعة وأكثر شيء بيجينا نحن نطلع عليه النساء بعد سن الأربعين أو بعد سن الخمسة وأربعين بس تقطعوا الدورة الشهرية كمان بيصير عندهم قلق وخوف من أنه يصير عندهم جلطات يعني هيك المتداول بين النساء أنه بيصيروا بيأخذوا مميعات دم أسبرين أو ممكن يأخذوا كل يوم حتى الناس يتمول هذا الشيء صح وهل فينا نطمن النساء أنه لا ما نمرتبط هذا الشيء بهذا الشيء؟ أولا السيدات بعد سن الأربعين يعني هن بيصير عندهم داء كليلي واحتشاءات وخلناق صدر مثل الذكور تماما وراح مفعول الأستروجين لكن نحن لحتى نحميهم من أنه يصير عندهم داء كليلي أو أمراض قلبية لازم يلتزموا بعدة نصائح من بينها النصائح اللي حم نحكيها قبل شوي هي المحافظة على وزن مثالي عدم تناول الدهون والدسم والحلويات والنشويات والمربيات والركز أكثر على أكل المنزل اللي معتمد على الخضار والحبوب والسلطات ولو اللحوم كمان خالية من الدهون أو القليلة الدهون مو غلط يكون أحسن الرياضة والحركة والمشي وتغيير نمط الحياة له دور كبير بالموضوع إذا المريض كان عنده سكري وكان عنده ارتفاع ضغط يجب ضبط السكر بشكل جيد إذا مو بخافضات السكر الفموية بالأنسولين يجب تناول علاج الضغط بشكل دائم لحتى نحميهم من ما يصير عندهم أو الضغط يأثر على عيونهم أو كلويهم أو قلبهم المرضى اللي عم يتناولوا الكحول يجب تجنب الكحول إلى حد كبير يأثر الآن هدول المرضى لما نحن نتصرف معهم هيك سواء كانوا سيدات أو ذكور نحن عم نؤدي لوقاية وحمايتهم من الدائم الإكليلي الآن إعطاء الأسبرين أنا بريد نوه على هذا الموضوع يعني أنه مهم كثير إعطاء الأسبرين بشكل روتيني لكل الناس اللي فوق الأربعين أو فوق الخمسين سنة هو خاطئ والأسبرين له تأثيرات جانبية غير مرغوبة ممكن يساوينا زيادة في حساسية القصبات ممكن يساوينا التهاب معدي دوائي وقرحاته أحيانا نزوف وأحيانا بنشوف ناس صار عندهم نزف دماغي نتيجة إعطاء الأسبرين الناس اللي فوق الأربعين وفوق الخمسين هنه الناس عاديين يعيشوا حياتهم طبيعية إذا ما عندهم أي مشاكل هنه نمو معرضين لأمراض القلب أبدا ونحن ما منعطي الأسبرين للوقاية من فوق الأربعين أو فوق الخمسين لمين ممكن نحن نعطي الأسبرين؟ للناس اللي عندهم عوامل خطورة الأسبرين يعطى لكل الناس اللي صار عندهم خذل شقي أو تهديد باحتشاء دماغي للناس اللي عندهم تضيقات بالشرعين سواء بالقدمين أو بالقلب للناس اللي عندهم عوامل خطورة مرتفعة وهن المؤهبين اللي يصير عندهم احتشاءات أهدوا للناس اللي بنعطيهم أسبرين إذن أعطاء الأسبرين بشكل روتيني لكل الناس اللي فوق الأربعين وفوق الخمسين هذا بدراسات موثقة أثبت أنه أضراره أكثر من فوائده ولذلك يجب تجنبه أكيد دكتور خلينا نحكي معقول حيث يصير معه مثلا نوب قلبية ومن خير ما يحس ألم بالصدر يعني يصير معه جلطة من غير ما يحس مثلا معه أنه ألم بالصدر شو رأيك؟ هذا الكلام وارد كتير ممكن نحن أحيانا المرضى يصير عندهم احتشاء عضلة قلبية بدون ما يشكوا من أعراض وهدول المرضى لهم تيب معين على سبيل المثال منهم السيدات السيدات بيصير عندهم أعراض يعني مو مثل الذكور الألم اللي بيصير عند الذكور ألم صريح وواضح في منتصف الصدر ينتشر للذقن السيدات أحيانا بيحسوا بديئة نفس ممكن يحسوا بألم بالكتفين ممكن يحسوا بأعراض يعني مخالفة أو مغيرة تقريبا إلى حد ما إلى حد ما مدائما عن الذكور لكن في ناس الكبار بالعمر عادة أو المرضى اللي عندهم أمراض مدنفة مثل السرطانات والأورام أو المرضى السكريين المرضى السكريين أحيانا نتيجة اعتلال الأعصاب الذاتي ممكن يصير عندهم جلطات بدون ما يحسوا بألم أو تعرق أو ألم بالصدر أو حتى بألام خناقية وممكن يصير عندهم احتشاء كبير ويعني يودي بحياتهم فجأة بدون ما يشكوا من أي أعراض ولذلك في عن قسم من الأمراض قسم من المرضى ممكن يصير عندهم جلطات وإحتشاءات وخناق صدر أو ألام صدر بدون ألام صدرية بدون أعراض بدون أعراض نعم يعني عدة عوامل وعدة مواضيع ممكن آخر شيء تؤدي للنتيجة واحدة وهي جلطات القلب لا سمح الله الله لا يعرض حدا لأي جلطة ويحمي الجميع ولكن في إجراءات معينة وتعليمات معينة دائما الطبيب بينصح فيها لعدم خلينا نقول وصول الشخص لآخر هالمرحلة يعني يمكن الفحص الدوري أو تخطيط القلب كل فترة هو مهم لكثير من الأشخاص في أشخاص ما بتراجعوا الطبيب ومثل ما ذكرنا هي بتعتمد على الاجتهاد الشخصي بيأخذ أي دواء كما يكون نافع أداش مهم زيارة الطبيب القلبية مو بس للمريض وأيضا للإنسان اللي ما عم بيعاني شيء أنا يعني نوهت شوي لحتى نحمي هدول الناس أو نحمي الناس بشكل عام من الأمراض هو اتباع الطرق يلي تحمينا من أمراض القلب يلي إن فيها تجنب التدخين وتجنب المشروبات الكحولية والرياضة والمشي والدهون هدول ويعني بشكل عام نازم ما نتهاون بأي ألم صدري عند أي إنسان أي إنسان يشكو من ألم صدري يجب أن يراجع الطبيب فورا لحتى نتأكد أنه هل هذا الألم هو ألم قلبي أو ألم من مناشى أخرى بس دكتور أحيانا نحن بنحس بألم بالصدر بس مثلا لوقت معين لفترة بسيطة بعدين نرجع هيك طبيعي يعني معقول يكون معنا شيء مشكلة بالألم أهوة يعني فيه أكتر من سبب للألم الصدري لكن بشكل عام لحتى نحن نظل في بر الأمان وفي الجو الآمن إنه أي ألم صدري نسأل الطبيب إنه شو هاد لحتى إذا كان من منشأ قلبي بغري نحاول ندبره لأنه الخطورة على الحياة تكمن في المنشأ الألم القلبي والنغذات أما فيه أسباب تانية للألم الصدري الألم النخز يلي بالصدر هذا ما له علاقة بالقلب الألم يلي بيزيد على حركة جدار الصدر لما يأخذ نفس أو يطخي أو يميل على جنبه هذا ما له علاقة بالقلب أحيانا الكولون العصب ممكن يلعب دور به أحيانا تشنج الكولون ممكن يساوي ألام تنتشر إلى الصدر هذا ما له علاقة بالقلب وما فيه خطورة منه نهائيا على الحياة الألام الجنبية اللي بالرئتين كمان هي ممكن التشنجات العضلية مثل الوثاب بينام الواحد ما في شي بيصبح تاني يوم ما بيقدر يرفع ايده ما بيقدر يحرك صدره ما بيقدر ياخد نفس هذا ألم سليم جدا لكن دائما نحن كل ألم صدري نحمله على محمل الجد ونسأل الطبيب عنه هلأ يجب على كل المرضى الذين لديهم عوامل خطورة مثل ارتفاع الضغط والتدخين والسكري والناس اللي عندهم عوامل وراثية يجب أن يراجعوا أطبال قلبية بشكل دوري أهدوان المرضى هن المعرضى لغيرهم لحد أكتر من غيرهم الناس العاديين اللي ما عندهم أي مشاكل حبوا يراجعوا الطبيب مو غلط يكون أفضل ما بدهم يراجعوا الطبيب ما فيه أي مشكلة بشرط أنه إذا فيه أي شكوى يراجعوا الطبيب لكن المرضى يلي هن المؤهبين أكتر من غيرهم يجب مراجعة الطبيب دائماً وبشكل دوري لكشف المرض في بدايته ومحاولة تدبيره قبل ما الإنسان يمر بأزمة قلبية الأزمة القلبية أحياناً لما تحدث ممكن تكون قاتلة للإنسان أكيد دكتور نتمنى صحة والسلامة للجميع وشكراً لألك شكراً على نصائحك القيمة ومشوفك في حلقات قادمة شكراً لك دكتور شكراً كتير لكم شكراً لألك دكتور ومثل ما أعلى تسمع السلامة للجميع إن شاء الله ما حداً بيتعرض لأزمات قلبية خاصة يعني بهذه الظروف اللي نحن نعيشها شوية صعبة شكراً لأوجودك معنا وعلم معلوماتي